بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله حيث نرحب به ونبدأ معه بالسؤال الأول فضيلة الشيخ مستمع تسأل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الجواب أن هذا الحديث معناه سيصيب العرب فتن وقلاقل وأذن من الكفار فيما بعد وقد حصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مرات وسيحصل أيضا المزيد وهذه المصائب التي تصيب المسلم هي كفارات له ورفع درجات لكن في الدنيا تتنكد عيشة هذا الإنسان المسلم وأما القتل فكل مسلم يقتل ظلما فهو شهيد لكن بعض الناس عند المصائب ينفتنون أما من يصبر على المصائب ويثبت على الإيمان إن جرح أو قتل فله أجر كبير عند الله فإن قتل المؤمن بأيدي الكفار أو قتل بيد مسلم ظلما فهو شهيد لكن بعض الناس عند المصائب والبلايا ينفتنون فيكفرون والعياذ بالله فالويل لأولئك الذين لا يصبرون على المصائب فينفتنون ومن جملة الصبر الذي فيه كفارة الخطايا ورفع للدرجات الصبر على الفقر الذي لا يمد يده إلى الحرام من أجل الفقر الذي كان فيه ساعة وغنى ثم افتقر هذا إن صبر ولم يمد يده إلى الحرام فله أجر كبير عند الله ويمحو الله عنه من الخطايا ويرفع له الدرجات لكن بعض الناس يمدون يدهم إلى الحرام إذا افتقروا هؤلاء هلكوا فالصبر أمر عظيم الصبر على المعاصي هذا شديد يعني الصبر على تجنب المعاصي هذا أمر شديد وفيه ثواب كبير والصبر على المشقات مشقات العبادة والصبر على الفقر والصبر على أذى الناس هذا شيء عظيم عند الله تعالى حتى قال العلماء بمجرد وقوع البلاء على المسلم ولو كان ابن يوم واحد فإن الله يثيبه على هذا البلاء ولو كان طفلا صغيرا والحمد لله على هذه النعمة بارك الله فيك فضيلة الشيخ آمين مستمعة من الجنوب تسأل ما معنى اسم جد النبي عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب معناه خادم المطلب هنا عبد بمعنى الخادم عمه المطلب كان أركبه خلفه وكان ثيابه رثه فقيل له من هذا فخجل أن يقول ابن أخي فقال عبدي فسمي يا عبد المطلب أما اسمه فهو شيبة الحمد أما عبد مناف فمعناه عبد المرتقة ليس معناه عبد الصنم المناف يوجد صنم يسمى المناف كان يعبده المشركون المكان الذي يصعد إليه يسمى المناف ليس معناه المناف خلقه إنما معناه يلازم الأمور الصعاب جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ آمين مستمع له سؤال يقول لماذا حض الرسول على الزهد حضا بالغا هذا السؤال مهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال عليه الصلاة والسلام اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ولو نظرنا إلى سيرة الأنبياء فسيرة الأنبياء كانت الزهد بهذه الدنيا وكذلك أولياء الله الصالحون هذا سيدنا سليمان عليه السلام كان يطعم كل يوم مئة ألف نفس وحين يقلون يطعم ستين ألفا كان يذبح كل يوم مئة ألف شات وثلاثين ألف بقرة يطعمها للناس ويطعمهم خبز القمح الصافي أما هو لنفسه عليه السلام كان يأكل خبز الشعير يبله في اللبن الحامض ويأكله مع أنه أعطاه الله ملكا ما أعطاه لغيره وسيدنا عيسى عليه السلام أيضا كان معروفا عنه أنه كان يبيت حيث يدركه المساء وأنه كان أكله الشجر ولباسه الشعر عليه السلام ليعلمنا الزهد وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يأكل التمر والماء على الغداء والعشاء لأنهم في الماضي كانوا يأكلون مرتين الغداء في أول النهار يعني والعشاء بعد المغرب وهذا قضى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا مع أنه أحيانا كان يهدى إليه الحليب واللحم فترك التنعم يعني ترك الاسترسال في ملذات الطعام والشراب والأثاث والملابس هذا يعين الشخص على الاستعداد للآخرة فمن ترك الاسترسال بملذات الطعام والشراب واللباس والأثاث قلبه يرق فيقوى استعداده للآخرة أما من يتنعم فيكون استعداده للآخرة ضعيفا لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين يعني عباد الله الصالحين زادك الله علما فضيلة الشيخ آمين سؤال من المستمع يقول ما عاقبة الفتوى بلا علم هي الفتوى بلا علم من الكبائر يعني من كبائر الذنوب فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض والفتوى بغير علم تهلك صاحبها وأحيانا توقعه في الكفر وقد نص العلماء على أنه لا يجوز استفتاء الفاسق فلا يجوز سؤال الإنسان عن مسألة دينية إلا إذا كان ثقة دينا ذا كفاءة في علم الدين وقد حصلت حادثة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن شخصا كان في سفر فشج رأسه ثم أجنبه أصابته الجنابة فسأل أصحابه الذين معه يعني ماذا أفعل بالنسبة للغسل فقالوا له ليس لك إلا أن تغسل كل جسمك فغسل كل جسمه يعني بما فيه الرأس المصاب فدخل الماء في شجته فمات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ جهلوا وإنما شفاء العي السؤال معناه بسبب هذه الفتوى الفاسدة مات الرجل وشفاء الجهل يكون بسؤال أهل العلم والمعرفة وكثير من الناس يستحون من كلمة لا أدري مع أن أعلم الصحابة سيدنا علي رضي الله عنه قال وبردها على الكبد لا أدري حين لا أدري أكرمكم الله فضيلة الشيخ بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة نختم هذه الحلقة بهذه الفائدة وهي أن أحسن مكان في الجنة هو الفردوس الأعلى وهو وسط الجنة وأعلاها والجنة موجودة فوق السماء السابعة وهي مفصل عنها وفوق الجنة العرش الذي خلقه الله تعالى إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته كما قال سيدنا علي رضي الله عنه ونسأل الله تعالى أن يدخلنا وجميع أحبابنا الجنة بلا عذاب آمين وهكذا أيها المستمعون الكرام كنا مع حكم الدين وفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله نستودعكم الله اشتركوا في القناة